حل مشكلة عدم ظهور اسمي في لايف في التيك توك ده موضوع حلقتنا النهاردة فتابع معايا الفيديو للنهاية السلام عليكم اهلا بكم في قناة ياسمين عشور ياريد قبل ما نبدأ شرح النهاردة تعمل لي لايك للفيديو ده والقال ما تشوف قناتي تعمل لي اشتراك في القناة النهاردة جالت عليه كده انا دلوقتي بكون في لايف على التيك توك ومش ظاهر اسمي ومش ظاهر عقل بس هو ظاهر التكبيس بتاعي او ظاهر عدد اللايكات اللي انا بضفها ليه اللاييف اه او البس المباشر ومش بيكون ظاهر اسمي مش موجود اصلا وهما بيزهر شغل التكبيس بتاعي فقط يلا بينا كده نشوف اول حاجة نعمل ايه عشان نحل المشكلة دي بنروح كده مع بعض على التيك توك وبعدين بيبدأ نضغط على كلمة الملف الشخصي بعد ما اضغط على الملف الشخصي هبدأ ان انا اضغط على التلت شرط دول وبعدين هيزهر لقائمة كده هدوس على كلمة الاعدادات والخصصية هضغط عليه لما هضغط عليها هجي لك القائمة دي بابدأ اختار كلمة الخصصية هتأكد ان الحساب بتاعي مش خاص يعني لو خاص هتكون دي مفعالة باللون الازرق هي دي الوقتي مش مفعالة فدي اول حاجة اتأكد ان الحساب بتاعي مش خاص تاني حاجة بقى هنروح مع بعض على بس مباشر في التيك توك دخلنا بقى كده بس مباشر في التيك توك لو جلنا نضغط كده على عدد الاشخاص الموجودين هتلاقي مفيش اصلا يعني اسمي مش موجود ودي طبعا مشكلة اهو زي ما انا شايفين اسمي مش ظاهر اصلا طيب هنحاول كده نعمل تكبيس على الشاشة بنكبس على شاشة مع بعض هيظهر بس في الزكور فوق مش هيظهر في آآ من ضمن يعني اسمي من ضمن او صورتي من ضمن الناس اللي سجلت اعجاب بالبس فمش هنلاقي برضو وفوق اسمي مش موجود يعني فوق عندك صفرة هو انا اصلا موجودة فوق عندك صفرة هنعمل ايه بقى هنبدأ نضغط على عامة المشاركة دي من عامة المشاركة هتلاقي علامة الاعدادات كلمة سناها الاعدادات كده وهنلاقي هنا الترتيب الترتيب ده لو مقفول عندك فانت مش تزهر عند اي لايف في التيك توك بنبدأ نفتح الترتيب ده نفعله بيبقى بنول نقدر زي ما انتم شايفين كده وعادي نبدأ بقى نروح في لايف تاني آآ طبعا اسمي ظهر فوق هنا هو وبقيت موجودة من افضل مشاهد بقيت موجودة طيب هنجي نروح بس مباشر تاني نشوف هل التجبيز بتاعي هيظهر طبعا في الزكور التجبيز بتاعي ظاهر بس مش ظاهر اسمي ولا ظاهر ان انا موجودة رحنا لايف تاني على التيك توك هنكبس اهو صورتي هتظهر في الزكور كمان هتظهر وفي افضل مشاهد كمان الصورة هتظهر وبس كده عندك اي سؤال او استفسار اكتب ليه في التعليقات كان معكم ياسمين عشور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته